بمشاركة من سلطنة عمانة عقد اجتماع الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية والمناخ بمقر الجامعة العربية بالقاهرة ناقش الاجتماع مبادرة الإنذار المبكر للجميع والتي تم إطلاقها في مؤتمر كوبتوينت سيفن بشرم الشيخ وإنشاء مركز عربي للإنذار في مجال الأرصاد الجوية تقوم حاليا السلطنة بعقد العديد من الدورات في هذا المجال وبتشارك من الأعضاء من جامعة الدول العربية أو الدول العربية في الحضور لهذه الورش التدريبية ونقل خبرة السلطنة في كيفية التعامل مع الأعصير المدارية وكذلك المنخفضات الشتوية والمنخفضات المؤثرة حقيقة المتطرفة مع وجود التغير المناخ أيضا كما بحث الاجتماع المفاوضات الخاصة بتغير المناخ وإطلاع أعضاء الفريق العربي على المستجدات بشأنها قبل انعقاد مؤتمر الهيئات التابعة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ المقرر عقده في ألمانيا يونيو القادم الدول العربية هي الأخرى يعني بتعبر عن اهتمامها بالمبادرة الخاصة بالأمم المتحدة ودعمها لها ونصدر بيان في المجلس الوزاري خاص بدعم هذه المبادرة وأن الدول العربية بتتوافق مع المتطلبات الخاصة بهذه المبادرة كما تم بحث سيناريوهات تغير المناخ للقرن الـ 21 على شبه الجزيرة العربية كما نلاحظ في الفترات السابقة هناك حالات جوية أثرت على كثير من الدول العربية كان لها آثار في كوارث طبيعية مثل السيول أيضا هناك حالات من الجفاف وتواتر أيضا هناك حالات من قلة الأمطار كان لابد من وجود دراسات ومناقشات لهذه الحالات تناول الاجتماع أيضا موضوعات أرصاد الطيران والتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ التغير المناخي خطر يهدد الإنسانية وبحسب دراسات فإن المنطقة العربية تواجه التحديات في هذا الإطار لذا باتت بحاجة إلى دراسات صديقة للبيئة محليا بالإضافة إلى التنسيق الدولي للحد من المخاطر المتوقعة من جامعة الدول العربية بالقاهرة سحر صبري تلفزيون سلطنة عمان